ظلت أيام والقائم ترفل ظلت أيام والمهدي صفح ظلت أيام والقائم 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 وين بديار الشارع يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على المنتظرين والمنتظرات يترى مع كل آن من الآنات إمام زماني بحق أجدادك وأبيك أعني أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك الأمان الأمان يا صاحب الزمان الحلقة السادسة بعد العاشرة فاصل ونعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكم شكرا 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 هذه هي الحلقة السادسة بعد العاشرة من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان والحديث هو الحديث المتقدم في الحلقات السابقة حديث الولادة ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونمط البحث هو هو نمط الشاشات المتعددة وصل الحديث بنا إلى الشاشة الثالثة والتي أسميتها شاشة الأسرة عرضت صورا في هذه الشاشة ولا زلت أعرض بقية الصور الصور التي عرضتها الصورة الأولى كانت وثيقة السيدة نرجس إنها وثيقة الزواج وصورة الثانية كانت وثيقة السيدة حكيمة إنها وثيقة القابلة وثيقة الولادة المهدوية المباركة الصورة الثالثة كانت وثيقة سعد الأشعري الذي زار سامر والتقى بإمام زماننا الحجة بن الحسن في حياة أبيه الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه الصورة الرابعة تعريف بمصدر هذه الوثائق إنه تعريف بكتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة ثلاثمية وواحد وثمانين للهجرة هذه الصور عرضتها بين أيديكم فيما تقدم من حلقات هذا البرنامج سأعرض الصورة الخامسة في هذه الحلقة الصورة الخامسة توضيحات لست بصدد الرد على كل الإشكالات لأنني لا أجد لها قيمة وستتبدد بشكل أوتوماتيكي حينما تكتمل الصور في هذه الشاشة أو في بقية الشاشات مثلما أخبرتكم سابقا فإنني سأواصل الحديث إلى الشاشة التاسعة فهناك تسع شاشات سأفتحها في هذه الحلقات وفي كل شاشة مجموعة من الصور بعد اكتمال فتح هذه الشاشات واكتمال عرض الصور حينئذ يمكنني يمكنكم أن نستنتج أن نستخلص أن نصور الصورة النهائية وستلاحظون بأنفسكم بأن جميع الإشكالات ستتهاوى مهما خيل لكم من أنها قوية وأن جميع الشبهات ستتطاير في الفراخ هباء منثور لأن الحقيقة أقوى من كل ذلك هناك شاشات أولية أصلية هناك شاشات ثانوية وحين أقول ثانوية إنني لا أريد أن أقلل من شأنها ولكن لا بد من تبويب هذه المعلومات وتصنيفها شاشات أولية أصلية شاشات ثانوية وشاشات ملحقة بالشاشات الأولية والثانوية الشاشات الأولية ثلاثة والثانوية ثلاثة والشاشات الملحقة هي الأخرى ثلاثة لا زال الحديث في الشاشة الثالثة فإننا لازلنا نتحدث في أجواء الشاشات الأولية الأصلية وصلت إلى عرض الصورة الخامسة من صور هذه الشاشة وجعلت عنوانا لها توضيحات أمر مرورا سريعا بحسب وقت الحلقة على إشكالات أثيرت على هذه الوثائق الوثيقة الأولى وثيقة السيدة نرجس وقد عرضتها كاملة بين أيديكم وقرأتها عليكم من أقدم مصادرها كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة هناك من يثير إشكالا على هذه الوثيقة من أن الأحداث التاريخية التي ذكرت في أجواء هذه الوثيقة لا دليل على وجودها خصوصا فيما يرتبط بالحرب بين الرومي والمسلمين هناك إشكالات أخرى أيضا أثيرت إلى الحد الذي قالوا بأن هذه الحكاية هي حكاية كحكايات ألف ليلة وليلة أنا هنا لا أريد أن أقف عند كل كلام لا قيمة له لأنني كما بيّنت قبل قليل وبيّنت فيما سلف من الحلقات لا بد أن تكتمل الصورة وبعد ذلك يمكنكم أن تحكموا على النتيجة النهائية ونحن لازلنا في البدايات فهناك تفاصيل كثيرة وكثيرة ومع ذلك سأقف عند هذه النقطة إذ ربما هذا الإشكال قد يكون أقوى الإشكالات على وثيقة السيدة نرجس أما الإشكال السندي فإنني لا أعبأ به وقد تحدثت كثيرا عن سخافة ما يسمى بعلم الرجال هذا الموضوع ليس بحاجة لإثارته في هذه الحلقة سأتحدث عن حينما أفتح الشاشة السابعة والتي عنوانها شاشة إبليس لأن علم الرجال هو فخ من فخاخ إبليس التي أوقع فيها مراجعنا الكبار وفقهاءنا وعلماءنا ودمروا حديث أهل البيت حينما وقعوا في هذه الفخاخ الشيطانية وهذه الشباك الإبليسية وسأضع الحقائق بين أيديكم وأنتم استنتجوا بأنفسكم احترموا عقولكم لا تسمحوا لأحد لا أنا ولا غيري أن يضحك عليكم احترموا عقولكم إن الله خلقكم وكرمكم وأعطاكم عقولا وجعلها حججا باطنة عليكم أفليس الأنبياء والأئمة حججا ظاهرة ونصب لنا عقولا باطنة هذه ثقافة الكتاب والعترة فمثلما تحترمون الأنبياء والأئمة احترموا عقولكم وزنوا المراجع والعلماء بميزان الأنبياء والأئمة وبميزان العقول لا تجعلوا المراجع ميزانا المراجع أمثالكم المراجع والفقهاء رجال أمثالكم لا يختلفون عنكم ليست لهم أي ميزة إطلاقا لربما فيكم من هو أذكى منهم لربما فيكم من هو أكثر تدبيرا وفهما للأمور منهم أناس لهم خبرة في باب من أبواب الحياة ليس أكثر من ذلك هؤلاء ليسوا ميزانا هؤلاء يزنون بموازين الحجة الحجة الظاهرة محمد وآل محمد والحجة الباطن عقولنا وهتان الحجتان يرتبط أحدهما بالآخر والحجة الظاهرة محمد وآل محمد هم الذين أمرونا باحترام عقولنا باحترام الحجة الباطنة أما ما قيل لرواة الحديث من أنهم حجة فهم حجة محدودة بحدود الحوادث الواقعة وحجة مقيدة وآنا حجة الله عليهم كما يقول إمام زماننا فحجيتهم محكومة بالحجج الظاهرة كيف نقيم ذلك من خلال الحجج الباطنة هذا هو المنطق السليم هذا هو منطق آل محمد هذا المعنى قد أعود إليه في جانب آخر من هذا البرنامج إن سنحت الفرصة ولكنني أعود إلى وثيقة السيدة نرجس إنها وثيقة الزواج وهي الوثيقة الأولى التي عرضتها في هذه الشاشة وهي صورة الأولى من صور الشاشة الثالثة أعني شاشة الأسرة الإشكال الأهم هو هذا الذي يطرح هنا وهناك من أن الأحداث التاريخية التي تحدثت عنها السيدة نرجس لا وجود لها على أرض الواقع قضية حرب وأن جدها القيصر خرج في جيش لقتال المسلمين هكذا هكذا جاء في حكاية السيدة نرجس صلوات الله وسلامه عليها ماذا قالت لبشر النخاس قال بشر فقلت لها وكيف وقعت في الآسر إنني أقرأ من نفس المصدر هذا هو كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق طبعة مؤسسة النشر الإسلامي صفحة أربعمية وخمسين أربعمية وواحد وخمسين قال بشر فقلت لها وكيف وقعت في الآسر فقالت أخبرني أبو محمد يعني إمامنا الحسن العسكري أخبرني أبو محمد ليلة من الليالي حينما كان التواصل غيبيا عن طريق الرؤية ومرت الوثيقة بكل تفاصيلها عليكم أخبرني أبو محمد ليلة من الليالي أن جدك سيسرب وفي نسخة سيرسل جيوشا إلى قتال المسلمين يوم كذا ثم يتبعهم ثم يتبعهم هو يخرج بنفسه فعليك باللحاق بهم متنكرا في زي الخدم مع عدة من الوصائف من طريق كذا ففعلت فوقعت علينا طلائع المسلمين طلائع مقدمة الجيوش حتى كان من أمري ما رأيت وما شاهد إلى آخر الكلام ماذا نقلت عن إمامنا الحسن العسكري أن جدك سيسرب سيرسل جيوشا إلى قتال المسلمين أولا السيدة نرجس لم تسمي لنا اسم جدها وإنما ذكرت اسم أبيها قالت هي مليكة مليكة هي مليكة بنت يشوع أبوها يشوع هو ابن القيصر القيصر جدها والقيصر ما هو باسم القيصر يعني الملك فما ذكرت لنا السيدة نرجس اسم جدها حتى نتتبع الموضوع ونقول بأنه هل حدثت حرب في زمن هذا القيصر أم لم تحدث إنها ما ذكرت لنا اسم جدها أما أبوها يشوع فلم يكن قيصرا فحينما لم يكن قيصرا من المستبعد أن نجد له ذكرا واضحا في كتب التاريخ هناك من الباحثين ممن حاول أن يبحث في كتب التاريخ كي يشخص من هو جد السيدة نرجس من قياصرة الروم وصلوا إلى تشخيص من أنه القيصر بارداس هذه ظنون لا يستطيع أحد أن يبني على هذه الظنون لكن الكلام يمكن أن يكون صحيحا ولذلك فإني لا أعطي أهمية لهذا الموضوع لأن هذه احتمالات هذه احتمالات يمكن أن تكون صحيحة يمكن أن لا تكون صحيحة بالنتيجة هي عملية دراسة وبحث في بطون كتب التاريخ بعض الباحثين توصل إلى هذه النتيجة أكثر من باحث حاول أن يتتبع الموضوع وأن يدرس تاريخ القياصر وتاريخ الدولة البيزنطية فوصلوا إلى هذه النتيجة من أن القيصر الذي كان جدا للسيدة نرجس هو القيصر بارداس يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا ويمكن أن لا يكون صحيحا بالنسبة لي الأمر ليس مهم النقطة الأخرى التي أريد أن أشير إليها من أن كتب التاريخ لا تذكر كل صغيرة وكثيرة هل يتوقع أحد من أنه سيجد كل شيء في كتب التاريخ النقطة الثالثة هل أن كتب التاريخ هي مورد من موارد الثقة التي يعتمد عليها الإنسان اعتمادا كاملا أبدا هناك كتب تاريخ أرخت للكثير من الحوادث وفي نفس الوقت أغفلت الكثير من الحوادث بشكل عمدي بشكل ليس عمديا هذا أمر راجع للمؤرخ وللإمكانات والمصادر التي كانت متوفرة لديه فضلا عن مدخلية العامل السياسي لأن الذين كتبوا التاريخ كتبوا التاريخ في أجواء الحكام في أجواء الصلاطين التاريخ لم يكتب خارج أجواء الصلاطين وإن كتب البعض فإن تلك الكتب لم تصل إلينا ليست متوفرة ما هو موجود في مكتباتنا كتب تاريخ أرخت لأشياء كثيرة وأهملت أشياء كثيرة نحن إذا أردنا أن نعود إلى كتب التاريخ مثلا في مكاتب المسلمين وهي كتب كتبت على الذوق السني هذه الكتب أهملت بشكل عمدي وواضح كل ما يرتبط بعطرة النبي الطاهرة يذكرونهم لا يستطيعون أن يحذف أسماءهم من الواقع يذكرونهم بنحو عابر وفي حاشية الأحداث يحاولون قدر الإمكان أن يصغروا من شأنهم وأن يضيقوا دائرة تأثيرهم إلى أبعد الحدود هذا هو الموجود في كتب التاريخ أنا هنا لا أريد أن أدرس طبيعة كتب التاريخ ولكن هؤلاء الذين يشكلون على وثيقة السيدة نرجس من أن الأحداث التي ذكرتها السيدة في هذه الوثيقة ليست متوفرة في الواقع التاريخي مراد من الواقع التاريخي يعني ما بعيدنا من كتب ألفت في تاريخ تلك الفترة الزمنية إمامنا الهادي متى استشهد إمامنا الهادي استشهد سنة ميتين و أربعة وخمسين للهجرة هذا هو المعروف معروف في كتبنا وحتى في كتب التاريخ الآن إذا أردنا أن نعود إلى تاريخ الطبري فإن تاريخ شهادة إمامنا الهادي سنة ميتين و أربعة و خمسين للهجرة وهذا هو الذي نعرفه ولادة إمام زماننا متى كانت بحسب الذي نعرفه سنة ميتين و خمسة و خمسين للهجرة وإن كان هناك من يقول من أن ولادته سنة ميتين و ستة و خمسين للهجرة لكن الذي نعرفه والذي تسالمت عليه الشيعة سنة ميتين و خمسة و خمسين للهجرة إمامنا الهادي بحسب ما نعرفه و بحسب و بحسب ما لدينا من معطيات فإنه استشهد في شهر رجب سنة ميتين و أربعة و خمسين للهجرة و إمام زماننا و لد في شعبان سنة ميتين و خمسة و خمسين للهجرة الذي يفهم من سياق ما جاء في وثيقة السيدة نرجس و في وثيقة السيدة حكيمة و من تفاصيل أخرى من روايات وأحاديث أخرى الذي يفهم وهو بشكل واضح من أن السيدة نرجس حين جاءت إلى سامراء لم تمكث طويلا في بيت السيدة حكيمة لم تمكث طويلا بعد ذلك تزوجها إمامنا الحسن العسكري في حياة أبيه الإمام الهادي فولادة إمام زماننا شعبان ميتين و خمسة و خمسين للهجرة و شهادة إمامنا الهادي رجب ميتين و أربعة و خمسين للهجرة و السيدة نرجس يبدو أنها جاءت في سنة ميتين و خمسين ربما أنا لا أعرف التواريخ و لم تذكر هذه التواريخ يبدو و حين أقول يبدو هذا كلام ظني يبدو من القرائن في الوثائق التي عرضتها و في بقية النصوص من أن السيدة نرجس لم تمكث طويلا في بيت السيدة حكيمة و بعد ذلك انتقلت إلى بيت إمامنا الحسن العسكري فضلا عن أن السرية والإسراع في الموضوع يتناسبان مع الغاية المقصودة و مع الحكمة في التخطيط السري لهذا الأمر الكبير في تلكم الفترة يعني ما قبل مجيء السيدة نرجس إلى سامرة ولا ندري متى قدمت بالضبط ما أشرت إليه قبل قليل إنما هو استنتاج مضني فلربما قدمت قبل هذا التأريخ الذي أشرت إليه سنة مئتين و ثلاثة و خمسين ربما قدمت قبل هذا التأريخ بعدة سنوات سنتين ثلاثة أكثر لا أدري نحن لا نمتلك معلومات دقيقة و واضحة بهذا الخصوص لكن هذه الفترة ما قبل سنة مئتين و أربعة و خمسين ما قبل سنة مئتين و ثلاثة و خمسين إذا أردنا أن نعود إلى كتب التأريخ الموجودة بين أيدينا فإننا نجد صراعا و واضحا و حروبا و غزوات فيما بين المسلمين و الروم كتب التأريخ تشهد بذلك على سبيل المثال هذا تأريخ الطبري و تأريخ الطبري هو التأريخ الذي يحبه مراجعنا إلى الحد الذي مراجعنا قدموا كلام الطبري على كلام إمامنا الهادي و سأتيكم بالوثائق السيد الخوئي في مسألة فرحة الزهراء و في مسألة مراسمي اليوم التاسع من شهر ربيع الأول و في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقة حين تحدث في باب الأغسال بشكل صريح و واضح قدم قول المؤرخ الطبري على رواية منقولة عن إمامنا الهادي رواية موجودة في كتبنا مروية عن الإمام الهادي بخصوص هذا اليوم سيد الخوئي طرحها جانبا و قدم عليها قول المؤرخ الطبري الناصبي و أفتع على هذا الأساس تاركا قول الإمام الهادي بحجة أنه ضعيف فهل قول الطبري قول موثوق السيد الخوئي لا يملك دليلاً على أن الرواية التي نقلت عن الإمام الهادي لم تكن قد صدرت عن الإمام الهادي هي ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال لكن علم الرجال لا يستطيع أن يقول من أن هذه الرواية صدرت أو لم تصدر و إنما بحسب بعض القواعد التي أخذت من استحسانات خرقاء لمراجعنا و من ذوق مخالف لذوق أهل البيت لفقهائنا و لعلماء الرجال و أساساً جئ بها من النواصب على أساسها يقال هذه الرواية ضعيفة أو ليست ضعيفة لكن علم الرجال لا يستطيع أن يثبت صدور رواية عن المعصوم أو أن ينفي صدور رواية عن المعصوم و إنما يصفها بحسب قواعده بالضعف و بعدم الضعف فالسيد الخوع ترك رواية مفصلة عن الإمام الهادي و هي في الأساس عن أمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه و عمل بقول الطبري فلا ندري هل أن قول الطبري موثوق و قوي و هذه القضية لم ينفرد بها السيد الخوع فقط و إنما جمع كبير من مراجع الشيعة قاموا بنفس الأمر فقدموا قول الطبري على إمامنا الهادي مراجع يشتغلون بهذا الذوق ماذا تتوقع منهم تتوقع منهم أن يقبلوا هذه الأحاديث و هذه الوثائق نحن مع هذا الذوق هذا هو الطبري حبيبهم حبيب المراجع حبيب مراجع الشيعة مثل ما هو حبيب الشيخ الطوسي في التفسير مشكلتنا عويصة مع الطبري الطبري مختلف في مذهبه هل هو شافعي أم هو صاحب مذهب خاص به هناك من يقول بشافعيته و هناك من يقول بأنه صاحب مذهب خاص به و حتى لو ذهبنا إلى القول الثاني و هو المشهور من أن طبري هو صاحب مذهب خاص به فإن ذوق الطبري لا يبتعد كثيرا عن ذوق الشوافع و من هنا علماؤنا لأنهم مشبعون بالفكر الشافعي عشاق لهذا الطبري فمع معشوقهم الطبري ثقافتنا طبرية على المستوى التفسيري و على المستوى التأريخي ثقافتنا طبرية نحن لا ندري ماذا نسمي ثقافتنا ثقافتنا شافعية أشعرية معتزلية فخرية رازية طبرية غزالية صوفية ابن عربية قطبية بعد ذلك أخوانية هذه هي ثقافتنا نعود إلى تعريخ الطبري وهذا هو الجزء الخامس من طبع الدار صادر بيروت بتحقيق نواف الجراح الطبري متوفى سنة 310 بحسب هذه الطبعة فإن تسلسل الصفحات فيها مستمر من الجزء الأول إلى آخر جزء من أجزائها هذا هو الجزء الخامس صفحة 1898 يبدأ الحديث في سنة 223 خبر إيقاع الروم بأهل زبطرة ذكر الخبر عن سبب فعل صاحب الروم بالمسلمين ما فعل من ذلك خبر فتح عن موريا وإذا ما اقتربنا إلى سنة 245 في صفحة 1958 وبعث ملك الروم فيها بأسرى من المسلمين وبعث يسأل المفادات بمن عنده وكان الذي قدم من قبل صاحب الروم رسولا إلى المتوكل إلى آخر الكلام أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء في كتاب الطبري وإنما أرشدكم إلى أن الحرب كانت سجالا فيما بين المسلمين والروم ها نحن في سنة 245 إمامنا الهادي متى استشهد سنة 250 ها نحن في سنة 245 وأنا أشرت قبل قليل إلى سنة 223 هذا يعني من سنة 223 إلى سنة 245 الحروب متواصلة وإلا لماذا وبعث ملك الروم فيها بأسرى من المسلمين إلى آخر الكلام والتفاصيل موجودة يمكنكم أن تراجعوها ولازلنا في أحداث 245 صفحة 1960 وفيها أغارة الروم على سمي ساط فقتلوا وسبوا نحوا من خمسمائة وبعد ذلك يتحدثون عن حرب ونزاع وعن مفادات مع الروم في نفس الصفحة مثل ما قلت قبل قليل أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء يتعلق بالصراع بين المسلمين والروم وإنما أردت أن آتيكم بأمثلة بشواهد نفس الشيء إذا نذهب إلى صفحة 1968 ثم دخلت سنة 48 ومئتين مئتين وثمانية واربعين خبروا غزو وصيف الروم وصيف من قيادات العباسيين خبروا غزو وصيف الروم فمن ذلك ما كان من إغزاء المنتصر المنتصر الخليفة العباسي فمن ذلك ما كان من إغزاء المنتصر وصيفا التركي صائفة صائفة أرض الروم ويأتي التفصيل في صفحة 1969 ونفس الشيء في صفحة 1976 والكلام يستمر أنا هنا لا أريد أن أقرأ لكم تاريخ طبري ولكن في صفحة 1976 فيما يتعلق في سنة 249 في سنة 249 فمما كان فيها من ذلك غزو جعفر ابن دينار الصائفة الصائفة يعني في الصيف فافتتح حصنا ومطامير واستأذنه عمر ابن عبيد الله الأقطع في المصير إلى ناحية من بلاد الروم فأذن له فسار ومعه خلق كثير من أهل ملطية فلقيه الملك ملك الروم فلقيه الملك في جمع من الروم عظيم بموضع يقال له أرس من مرج الأسقف فحاربه بمن معه محاربة شديدة قتل فيها خلق كثير من الفريقين ثم أحاطت به الروم وهم خمسون ألفا فقتل عمر وألف رجل من المسلمين وذلك في يوم الجمعة للنصف من رجب ويستمر الكلام ألا تجدون وجها للمشابهة بينما ذكرته السيدة نرجس من أن جيشا سيخرج لقتال المسلمين وبعد ذلك يتبعه الملك حتما حينما يخرج الملك يخرج القيصر لا بد أن تكون الجيوش التي يرسلها لا بد أن تكون جيوشا كبيرة ألا تلاحظون أن هذا الذي جاء هنا في هذه السطور هو قريب من الذي ذكرته السيدة نرجس أنا لا أريد أن أقول من أن ما جاء في تاريخ الطبري هو نفسه الذي تحدثت عنه السيدة نرجس ولكن أقول هناك مشابهة والأحداث تتكرر ربما هذا الحدث هو نفسه ربما هذا الحدث يتكرر بعد ذلك وليس معلوما هذه التواريخ دقيقة في كتب التاريخ يعني حين يكتبون بأن هذا الحدث صار سنة 249 ليس بالضرورة هذا التاريخ مضبوط ودقيق ليس بالضرورة في كثير من الأحيان يكون هناك خلل في ضبط السنوات إما من قبل نفس المؤرخ أو يحدث الخلل بعد ذلك من النساخ ولكن هي في هذه الأجواء هي في هذه السنوات وهناك تفاصيل أخرى أيضا أنا جئت بهذا مثالا الحادثة متى كانت هذه ملك الروم وجيش من خمسين ألف وأحاطوا بالمسلمين وقتلوهم وتغلبوا عليهم وبعد ذلك استمرت الحروب واستمر القتال والحرب سجال مرة المسلمون ينتصرون وأخرى الروم ينتصرون مرة المسلمون يأخذون أسرى منهم وأخرى الروم يأخذون أسرى من المسلمين والتفاصيل موجودة هنا في تاريخ الطبر وليست كاملة كتب التاريخ ليست كاملة الذي أردت أن أستدل به هو أن الحرب قائمة بين المسلمين والروم وأن الروم يأخذون أسرى وأن المسلمين يأخذون أسرى في بعض الأحيان تكون هناك هدنة وتكون مفادات للأسرى وفي بعض الأحيان تكون مبادلة فيما بين أسرى الطرفين وفي بعض الأحيان يكون غزو من المسلمين بشكل مباشر ابتداء لاحظتم التفاصيل مع ملاحظة أن كتب التاريخ هذه لا تذكر كل شيء وهذا الأمر نفسه في كتاب الكامل في التاريخ أهم كتابين في التاريخ في مكتبتنا العربية الإسلامية في المكتبة السنية هذان الكتاب كتاب الطبري تاريخ الأمم والملوك وهذا كتاب ابن الأذير الكامل في التاريخ وهذا هو المجلد السادس المجلد السادس دار الكتب العلمية بيروت لبنان راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق نفس الشيء نفس التفاصيل التي مرت إذا ذهبنا إلى سنة ميتين وثلاثة وعشرين ذكروا خروج الروم إلى زبطرة بالضبط طفس الكلام الذي ذكره الطبري باعتبار أن ابن الأثير متى توفي توفي سنة ستمية وثلاثين للهجرة بينما الطبري متى توفي توفي سنة ثلاثمية وعشر للهجرة فمن مصادر ابن الأثير هو هذا الكتاب أيضا ومصادر أخرى هو لا يعتمد على الطبري فقط ولكن من مصادره المهمة والكلام يستمر أنا لا أريد أن أكرر الكلام المتقدم لكن أذهب إلى صفحة مية وثلاثين ثم دخلت سنة خمس واربعين ومئتين صفحة مية واحد وثلاثين وفيها أغارة الروم على سمساط فقتلوا وسبوا وأسروا خلقا كثيرا إلى آخر الكلام إلى أن نصل إلى صفحة مية وثلاثة وخمسين سنة ميتين وتسعة واربعين نفس الكلام في هذه السنة غزى جعفر بن دينار الصائفة يعني في وقت الصيف فافتتح حصنا وبطامير فلقيه إلى أن يقول فلقيه الملك في جمع عظيم من الروم بمرج الأسقف فحاربه محاربة شديدة قتل فيها من الفريقين خلق كثير ثم أحاطت به الروم وهم خمسون ألفان وقتل عمر وممن معه ألفان من المسلمين في منتصف رجب إلى آخر التفاصيل التي جاءت الزبدة من كل ذلك ما هي الزبدة من كل ذلك إن الذين استشكلوا على وثيقة السيدة نرجيس قالوا من أن التفاصيل التي ذكرتها قالوا من أن التفاصيل التي ذكرتها فيما يرتبط بغزو جدها والحرب التي قامت بين المسلمين والروم لم تكن موجودة في كتب التأريخ مثل ما قلت قلت من أن التأريخ ومن أن كتب التأريخ لم تثبت كل شيء حدث على أرض الواقع ولكن لو رجعنا إلى كتب التأريخ فإن تلك الفترة الزمانية مثل ما قرأت لكم من تأريخ الطبري ومن تأريخ ابن الأثير وبإمكاني أن آتيكم بمصادر أخرى ولكنني أعتقد أن في هذا كفاية فإن تلك الفترة كانت الحرب وكان الصراع مستمرا ما بين الروم والمسلمين حروب مستمرة مرة المسلمون هم الذين يبدأون الحرب وأخرى الروم يبدأون مرة المسلمون ينتصرون وأخرى الروم ينتصرون هناك مفادات للأسرى هناك مبادلة للأسرى هناك هدنة تعقى هذه التفاصيل موجودة في كتب التأريخ فما الذي يستغرب أن تتحدث أن تتحدث السيدة نرجس في الوثيقة التي قرأتها عليكم عن تفاصيل حرب جدها مع المسلمين ومن أنها خرجت متخفية حتى وقعت في الآسر إلى سائر التفاصيل الأخرى التي ذكرتها وتحدثت عنها نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اعتقد أن الصورة باتت واضحة فيما يرتبط بالإشكال الذي يثيره البعض بخصوص الوثيقة الأولى حين تحدثت السيدة نرجس صلوات الله عليها عن تجييش جدها القيصر جيشا كبيرا وبعد ذلك هو بنفسه اشترك في هذا الجيش لحرب المسلمين هل كانت تلك الحرب ابتداء من الروم أم أن الحرب كانت دفاعا فإن جيشا من المسلمين قد غزى أرضهم الحرب كانت سجالا فيما بينهم هناك أمران الأمر الأول كتب التاريخ لم تذكر كل شيء والأمر الثاني إذا رجعنا إلى كتب التاريخ وعرضت لكم على سبيل المثال تعريخ الطبري وتعريخ ابن الأثير فهذان التاريخان يؤرخان لتلك الفترة ما بين ميتين وثلاثة وعشرين إلى ميتين وخمسين وما بعد الميتين وخمسين هناك صراع واضح يجمع ما بين الحروب وما بين المهادنة وما بين الألعاب السياسية فيما بين المسلمين وبين الروم وتفاصيل ذلك قطعا بكلها لم تذكر ولكن ذكر الكثير منها في كتب التاريخ وهي الفترة نفسها التي تتحدث عنها السيدة نرجس نرجس صلوات الله وسلامه عليها بالنسبة للوثيقة الثانية وهي وثيقة السيدة حكيمة وثيقة القابلة وثيقة الولادة المهدوية المباركة الإشكالات التي تثار على الجانب الغيبي أو الإعجازي هذه ترهات لن أقف عندها هذه ترهات فإن أمثالها قد تحدث عنها القرآن في ولادات الأنبياء السابق إذا أردنا أن نعود إلى ولادة موسى في القرآن وتفاصيلها إذا أردنا أن نعود إلى ولادة عيسى في القرآن إلى ولادة يحيى في القرآن وإذا أردنا أن نعود إلى ولادة إبراهيم بحسب ما جاء في الروايات والأحاديث وفي كتب التاريخ وإذا أردنا أن ننظر إلى حال الطفل الذي صار شاهدا في قصة يوسف النبي حينما قامت زليخة بمزقي قميص يوسف وبعد أن فر يوسف والتقى بعزيز مصر الحكاية التي تعرفونها وشهد شاهد من أهلها هو ذلك الطفل الرضيع الطفل الصغير ذلك الطفل الرضيع الذي كان في المهد والذي أنتقى الله لسانه في قصة أصحاب الأخدود أيضا في كتب التفسير وفي كتب التاريخ المرأة التي كانت تحمل رضيعها وأراد الظالمون أن يلقوها في الأخدود تكلم رضيعها وشجعها على أن تصبر وعلى أن تصمد في مواجهة الظالمين ومثل هذا كثير في القصص القرآني لا أريد أن أتحدث عن الجانب الإعجازي وعن الجانب الغيبي فهو موجود في الكتاب الكريم وبشكل واضح وإنما أشير إلى هذه النقطة المعيبة السوداء في كتب علمائنا من أنهم يشكلون على وثيقة السيدة حكيمة لأن السيدة حكيمة ليست موثقة في كتب الرجال من طيحة كتب الرجال على الرجال أنفسهم على علم الرجال على هذا الفكر الأعواج على هذه العقول السخيفة على هذه القواعد القذرة إذا كانت المشكلة أن الرجاليين من مراجعنا الكرام لم يوثقوا السيدة حكيمة فهل السيدة حكيمة بحاجة إلى توثيق من جناب المراجع ما قيمة المراجع ما قيمتهم السيدة حكيمة أجل وأعلى شأن وأكرم منزلة من هؤلاء الذين طمست بصائرهم بسبب الفكر الناصبي لن أقف طويلا عند هذه النقطة وإنما أمر مرورا سريعا على ما روته لنا السيدة حكيمة صلوات الله عليها في نفس الوثيقة قرأت عليكم وأنا أقرأ من صفحة 455 من الحديث الثاني من الباب العاشر من كتابي كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدق الوثيقة هي التي مرت علينا فماذا قال إمامنا الهادي لسيدتنا حكيمة فقال فقال لي يا مباركة إن الله تبارك وتعالى أحب أن يشركك في الأجر ويجعل لك في الخير نصيبة في أي مشروع في المشروع المهدوي في التمهيد لولادة إمام زماننا الحجة بن الحسن في التمهيد الزهراء هذا هو قائم آل علي هذا هو قائم آل الزهراء هذا هو قائم آل المصطفى فقال لي يا مبارك إن الله تبارك وتعالى أحب أن يشركك في الأجر ويجعل لك في الخير نصيبة وفي نفس الوثيقة في نفس الوثيقة ماذا قالت السيدة حكيمة فمضى أبو محمد مضى استشهد إمامنا العسكري بعد ذلك بأيام قلائل وافترق الناس كما ترى هي تتحدث مع هذا السائل الذي سألها وهو محمد ابن عبد الله الطهوي وافترق الناس كما ترى ووالله السيدة حكيمة تقول ووالله إني لأراه لأرى الحجة ابن الحسن صباحا ومساء وإنه لينبئني عما تسألون عنه فأخبركم ووالله إني لأريد أن أسأله عن الشيء فيبدأني به وإنه ليرد علي الأمر فيخرج إلي منه جوابه من ساعته من غير مسألتي وقد أخبرني البارحة بمجيئك إلي وأمرني أن أخبرك بالحق كل هذا مع ملاحظة أننا لا نمتلك التفاصيل لسببين السبب الأول الأمر كله كان في غاية السرية والكتمان والسبب الثاني لم تصل إلينا كل المعطيات وكل النصوص فنحن بين هذين الأمر في غاية السرية والكتمان والنصوص الكاملة المعطيات المفصلة لم تصل إلينا فقد ضاع كثير من الحديث ومع كل هذا فهذه الومضات تخبرنا عن أن منظومة الغيبة لم تكن البداية من نصب السفراء السفراء نصبوا بعد ذلك هناك نيابة أعلى من نيابة السفراء نيابة السيدة حكيمة ونيابة الجدة أيضا مراد من الجدة هذا مصطلح عرف بين الشيعة آنذاك الجدة يعني جدة إمام زماننا والدة الإمام العسكري كان لها من الدور الكبير في إفساد مؤامرة إمامة جعفر الكذاب كان لهذه السيدة كان لهذه السيدة الطاهرة للسيدة سوسا والدة الإمام العسكري كان لهذه السيدة الطاهرة من الدور الكبير في إفشال ذلك المشروع الضال أعني إمامة جعفر الكذاب في نفسه هذا الكتاب كمال الدين وتمام النعمة صفحة خمسمائة وسبعة وعشرين الحديث السابع والعشرون بسنده إلى أن قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال دخلت على حكيمة دخلت على حكيمة بنت محمد ابن علي الرضا أخت أبو الحسن العسكري أبو الحسن العسكري إمامنا الهادي في سنة اثنين وثمانين ويبدو هناك كلمة قد سقطت ومئتين هذا على فرض أن التأريخ صحيح ودقيق وأنا أشك في ذلك ما جاء في الرواية في سنة اثنين وثمانين وفي نسخ أخرى نقلت عن هذا الكتاب في سنة اثنين وثمانين ومئتين لا أريد أن أقف طويلا عند التأريخ أحمد بن إبراهيم دخل على السيدة حكيمة أين بالمدينة بالمدينة المنورة فكلمتها من وراء الحجاب وسألتها عن دينها سألتها عن دينها يعني عن الإمام لأن هذا المصطلح كان معروفا لأن الدين هو الإمام وسألتها عن دينها فسمت لي من تأتم به ثم قالت يعني بعد أن عددت أسماء الأئمة ثم قالت فلان ابن الحسن إشارة إلى إمام زماننا فسمته فقلت لها جعلني الله في ذاك معاينة أو خبرا أنت تخبرينني عن أن الإمام هو الحجة ابن الحسن اعتمادا على خبر أم أنت رأيت الأمر بعينك فقلت لها جعلني الله في ذاك معاينة أو خبرا فقالت خبرا عن أبي محمد كتب به إلى أمه فقلت لها فأين المولود فقالت مستور فقلت فإلى من تفزع الشيعة فقالت إلى الجدة أم أبي محمد فقلت لها أقتدي بمن وصيته إلى المرأة فقالت اقتداء بالحسين بن علي بن أبي طالب إن الحسين بن علي أوصى إلى أخته زينب بنت علي بن أبي طالب في الظاهر وكان ما يخرج عن علي بن الحسين من علم ينسب إلى زينب بنت علي تسترا على علي بن الحسين ثم قالت إنكم قوم أصحاب أخبار أما رويتم أن التاسع من ولد الحسين يقسم ميراثه وهو في الحياة تشير إلى قضية جعفر الكذاب الذي أقام الدعاوى وقسم ميراث الإمام الحسن العسكري ومن وقف في وجه هي والدة الإمام الحسن العسكري وهذه التفاصيل ذكرت في الروايات هذه الروايات وهذه الأحاديث تحدثنا عن جوانب من الموضوع مثل ما الآن السيدة حكيمة تخبر هذا السائل أحمد بن إبراهيم من أن الأمر جاء خبراً ما أرادت أن تخبره من أنها هي التي كانت حاضرة ولادة الإمام وحولت الأمر إلى الجدة إلى والدة الإمام الحسن العسكري هذه ومضات هنا وهناك أنا لست بصددي تأريخ تلك المرحلة ولكن هذه الومضات تقودنا إلى نتيجة واضحة النتيجة الواضحة أن منظومة الغيب أوسع من قضية السفراء الأربعة وإنما السفراء الأربعة كانوا في مقطع زماني معين وقبلهم كانت السيدة حكيمة وكانت الجدة والدة إمامنا الحسن العسكري وهناك تفاصيل أخرى كل هذا يشير إلى نتيجة واحدة النتيجة الواحدة إلى خصوصية السيدة السيدة حكيمة صلوات الله وسلامه عليها وما يقوله الذين يقولون من عدم توثيقها فهذا من خيبتهم ومن سوء حظهم وهذه إشارة واضحة وجلية على انطماس بصائرهم وعلى جهلهم وجهالتهم المطبقة والمطبقة على عقولهم وعلى عقولهم المنتكسة في الفكر الناصبي هذا ما أعتقده على الأقل لا شأن لي بالآخرين مثلما هم أحرار لا يوثقون السيدة حكيمة فإنني هكذا أعتقد به أنا حر فيما أعتقد وهم أحرار فيما يعتقدون على الأقل أنا حين أعتقد بالسيدة حكيمة ما أعتقد عندي روايات ونصوص أما هم هؤلاء الذين طمست بصائرهم هل عندهم من دليل على عدم توثيق السيدة حكيمة أناس طمست بصائرهم غطسوا في الضلال والفكر الناصبي إلى آذانهم فماذا نصنع لهم هم أحرار فيما يقولون وأنا والذي يوافقني أحرار فيما نقول نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا من الأمور المهمة جدا لا بد أن ننظر إلى الحقائق بما هي هي وأن نبحث عن قيمتها في داخلها لا أن نبحث عن قيمة الحقيقة خارج الحقيقة فلأن فلانا قال كذا فإن الحقيقة ستكون حقيقة ولأن فلانا الآخر قال كذا فإن الحقيقة ستفقد قيمة حقيقتها هذا المنطق منطق اللا إنسان هذا منطق اللا إنسان واللا إنسان كائن كائن لا أستطيع أن أصفه حتى بالبهمية لأن البهائمة لها ضوابطها أيضا لها إمكاناتها بحسبها أما هذا المنطق هذا منطق لا إنسان هذا منطق كائن آخر خرج عن الحد الذي أريد له أن يكون عليه الحقائق تحمل قيمتها في نفسها أما أن نقيم الحقيقة وقيمتها واضحة جلية بتقييم مخلوق بشري لا يمتلك أي سلطة وهنا أتحدث عن سلطة العلم الغيبي الذين يمتلكون العلم الغيبي وهم فقط محمد وآل محمد الأنبياء يعيشون على مائدتهم ملاك العلم الغيبي فقط محمد وآل محمد وهذا المعنى يمكننا أن نستجليه من آيات الكتاب الكريم نفس الآيات التي أشرت إليها في الشاشة الأولى حين كان الحديث عن المجموعة المميزة العالون الخالدون إلى سائر الأوصاف الأخرى إنها تتحدث عن هذه الحقيقة من أن العلم الغيبي عندهم فقط ولهم فقط فإن الله سبحانه وتعالى أعطاهم علمه ليس الحديث عن هذه القضية ما الذي حدا بي أن أتحدث في هذه الجهة نقطة مهمة جدا إذا نظرنا إلى كل التفاصيل فإننا أمام مشروع متكامل أميرة رومية من بيوت القياصرة أصولها تضرب إلى إيطاليا أخوالها إلى فلسطين إلى شمعون الصفا أميرة في وجودها البشر وفي وجودها الإنساني والعاطفي ما بين قياصرة الروم وبين حواري عيسى في فلسطين وحواري عيسى أساسا من اليهود كانوا يهودا وبعد ذلك صاروا مسيحيين أميرة بكل هذه المواصفات وبحسب هذا البرنامج الدقيق تصل إلى سامراء وحيث الولادة المباركة كي تلد سيد العالم إنه ابن محمد إنه ابن علي وفاطمة هذا هو قطعة من الحسين هذا ابن الحسن العسكري حين يظهر إمامنا سيعرض الحقيقة ولكنني قبل أن أتحدث عن هذا هذه الأميرة حين جاءت لا بد أن تصل وفق برنامج هذا البرنامج يرتب غيبيا بدأت لحظاته الأولى مع تهاوي الصلبان والأعمدة مرورا بمرضها وبعد ذلك خروج الجيش الرومي وتخرج متخفية بحسب أوامر الإمام العسكري التي كانت تتلقاها بطرق غيبية فيما بينها وبين إمامها فحين تصل إلى سامراء لا بد أن تكون هناك إمرأة السيدة حكيمة بحسب الأعراف هي أخت الإمام الهادي فإنها تقطن في بيته ولكنها كانت تسكن في بيت آخر وكل هذا جزء من الخطة الكاملة حيث أخذت معها نرجس إلى بيتها بحسب التفاصيل لا بد أن تكون هناك إمرأة حين الولادة إنها السيدة حكيمة ولا بد أن تكون هناك إمرأة تنوب عن الإمام لأجل السرية لأجل عدم تعريض الرجال المهمين إلى المخاطر فكانت السيدة حكيمة تنوب عن إمام زماننا وكل هذا يتجلى من بعض المعطيات لو توفرت لدينا كل المعطيات لتجلت الصورة كاملة أكثر وأكثر هناك معطيات ما أشرت إليها طلبا للاختصار لكن لا بد أن نعرف وبحسب الروايات فإن إمام زماننا سيعرض للناس كل التفاصيل التي مرت عبر التأريخ سيشاهدها الناس بأعينهم وسيسمعون الأصوات تستغربون العلماء الأمريكان منذ السبعينات وهم يجدون البحث ووصلوا وصلوا إلى نتائج متقدمة يجدون البحث لأجل أن يجدوا طريقة أو آلية لاستخراج الأصوات والصور التي مرت في العصور الغابرة لقد طال بحثهم عن صوت السيد المسيح وعن غيره إذا كان الإنسان بغض النظر هل نجح أم لم ينجح إذا كان الإنسان يفكر ويبحث بهذا الاتجاه أفهل هذا الأمر يكون بعيدا عن متناول يد رجال الغيب الحقيقيين لذا فإن إمامنا سيعرض الحقائق كاملة وسترى البشرية ذلك وأحد أركان هذا الموضوع عيسى المسيح لماذا رفع إلى السماء ولماذا ينزل إلى الأرض لماذا لأن الديانة المسيحية هي التي تحكم العالم وهي التي تؤسس الحضارات هذه حقيقة موجودة الآن وستبقى ثابتة لا يستطيع أحد أن يفكك الجانب السلبية من الحضارة الغربية إلا عيسى شيء المنطق هكذا يقول ولا يستطيع أحد أن يطوع الأمة المسيحية العاشقة للمسيح إلا عيسى جزء من البرنامج المهدوي عرض لكل الحقائق فحين ترى هذه الأمم من أن والدة الحجة بن الحسن من بينهم تخرج إنها ابنة إيطاليا ابنة القياصرة وها هي حفيدة سمعان كما يسمونه النصارى شمعون الصفة هذا هو وليدها المنتظر هذا هو القائم من آل محمد هذا البرنامج لا بد أن يتكامل وجزء من تكامل هذا البرنامج وجود السيدة حكيمة لا بد أن تكون الولادة بهذه الطريقة هذه خارطة 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 واسعة إذا ما فهمنا الأمر بهذه التفاصيل حينئذ تتكامل الصورة ولذا قلت لكم انتظروني انتظروني اصبروا علي حتى أكمل الحديث في كل الشاشات وبعدها تستخرجون الصورة كاملة كلية مع التفاصيل حينها لا تعبؤون بقول أي قائل لأن الحقيقة ستكون حاكمة ستكون حاكمة على عقولنا وعلى أذهاننا ولا يوجد حكم أقوى من حكم الحقيقة على العقول والقلوب إلا أن ينقاذ الإنسان للشيطان كي يحوله إلى جاحد إلى معاند إلى مكابر ولذا في دعاء كميل بن زياد وأقسمت أن تخلد فيها المعاندين أن تخلد في جهنم لأن هؤلاء يتجلى لهم حكم الحقيقة ويبسط سطوته على عقولهم وقلوبهم وهم يقفزون على الحقيقة تقودهم أمراضهم النفسية من حسد وحقد وضغينة وتدفعهم حماقتهم وجهالتهم وجهلهم المركب إلى ذلك وفي بعض الأحيان لا يحصلون شيئا من هذه الدنيا وإنما يذهبون بعيدا في هذه الاتجاهات المظلمة لخدمة دنيا آخرين وأولئك الآخرون لا يعبؤون بهم وما يشتروه مبطقاقية مبطقاقية يعني حذاء متواضع حذاء رخيص ومتواضع جدا نوع من أنواع الأحذية المتواضعة جدا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 ما تقدم من حديث كان مرتبطا بالوثيقة الأولى التي هي وثيقة السيدة نرجس وثيقة الزواج والإشكال كان من وجهة نظر تعريخية وأيضا مر الكلام فيما يرتبط بالوثيقة الثانية وثيقة السيدة حكيمة التي هي وثيقة القابلة يعني المولدة وبعبارة أخرى الوثيقة هذه وثيقة الولادة المهدوية المباركة والإشكال كان من جهة عدم توثيق وثيق المراجع والفقهاء والعلماء الشيعة لسيدة حكيمة صلوات الله وسلامه عليها كل الكلام قطعا تقدم بنحو الإيجاز والاختصار بحسب ما يسنح به المقام أما الوثيقة الثالثة وهي وثيقة سعد الأشعري القموي حينما ذهب برفقة أحمد بن إسحاق القموي لزيارة إمامنا الحسن العسكري ووفق في هذه الزيارة للقيا الحجة بن الحسن وسأله أسئلة وأجاب على أسئلته مر الحديث فيما يرتبط بهذه الوثيقة وثيقة سعد الأشعري وهي وثيقة الإمامة والحجة حيث التقى بالإمام الثاني عشر في سامراء في بيت أبيه الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليهم جميعا هذه الوثيقة أيضا يشكل عليها مراجعنا فقهاؤنا علماؤنا من أن هذه الزيارة لم تتحقق وهذه المعلومة من أين جاءوا بها ذهبوا إلى كتاب النجاشي الذي يسمى الآن برجال النجاشي زوراً وكذباً وافتراءاً من علمائنا ومراجعنا الأجل الكتاب اسمه الأصلي الفهرست فهرست يعني لست لذكر أسماء المؤلفين والكتب لست بصدد الحديث عن النجاشي وعن كتابه بنحو المفصل إنما أحدثكم بشكل إجمالي لكن حين أفتح الشاشة السابعة التي عنوانها شاشة إبليس سأتحدث عن النجاشي وعن غيره النجاشي هذا مثل ما وصفته لكم في الحلقة المتقدمة إنه سافل من سفلة الشيعة صحيح أن مراجعنا حين يتحدثون عن يصفونه بالأوصاف العظيمة والكبيرة لا شأن لي بمراجعنا فلتذهب أقوال مراجعنا إلى الجحيم أنا أعود إلى أحاديث الأئمة عندنا مجموعة من الأحاديث مجموعة من الروايات سأقرأها عليكم في حينها ولكن بشكل مجمل لأجل الإختصار والإيجاز عندنا مجموعة من الأحاديث يمكنني أن أسميها بمجموعة أحاديث تفسير جابر بن يزيد الجعفي عندنا مجموعة روايات يأتي الأصحاب يسألون الأئمة يا ابن رسول الله أحدث الشيعة بما جاء بما جاء فيه تفسير جابر جابر الجعفي كتب تفسيرا كبيرا قطعا ليس من عنده من الإمام الباخر تفسير كبير جدا سؤال هل هو موجود بين أيدينا كلا التفسير ليس موجودا وإنما توجد بقايا بقايا من هذا التفسير منتشرة في كتب الحديث في السنوات الأخيرة بعض الباحثين جمعها جمع هذه الروايات في كتاب واحد وطبع بهذا العنوان تفسير جابر الجعفي لكن فعلا التفسير التفسير الأصل ليس موجودا عندنا وما عندنا في كتب الحديث بقايا لمام من تفسير جابر بن يزيد الجعفي على أي حال يسألون الأئمة هل نحدث الناس يعني شيعة قطعا نحدثهم بما جاء في تفسير جابر الأئمة ينهونهم يقولون لهم لا تحدث الشيعة لأن السفلة يعني سفلت الشيعة إذا سمعوا بما جاء في تفسير جابر وهو عن باقر العلوم فإنهم يشنعون عليه يعني يشنعون على التفسير ويشنعون على جابر قطعا هذا الحديث بعد وفاة جابر وربما حتى في حياته هذه الأحاديث عن المعصومين تقول لا تحدث الشيعة بما جاء في تفسير جابر لأن السفلة سفلة الشيعة إذا ما سمعوا هذه الأحاديث فإنهم يشنعون على جابر وعلى تفسير يسخرون من جابر ومن تفسير هذه الأحاديث تتحدث عن حديث واحد يعني إذا نقل ناقل قطعا في ذلك الزمان ليس في زماننا نقل ناقل من من كان مطلعا على تفسير جابر وهو تفسير الإمام الباقر نقل حديثا لبعض الشيعة وهؤلاء الشيعة استهزأوا وسخروا من هذا الحديث أو من جابر حين يقول لهم هذا من تفسير جابر فهؤلاء سفل في نظر الأئمة ولذلك الأئمة أمروا أصحابهم في ذلك الوقت ألا تحدث السفلة سفلة الشيعة بما جاء في تفسير جابر عن باقر العلوم لأنهم سيسخرون من هذا التفسير ويسخرون من جابر فهذه ميزة سفلة الشيعة كيف نعرف هذا الشيع سافلا أو ليس بسافل بحسب هذه الروايات هذه موازين موازين علم الرجال من أين جئتم بها من النواصب هذه الموازين موازين تقييم الناس وتقييم الشيعة من حديث أهل البيت ليس رواية واحدة مجموعة روايات عن الأئمة تحدثنا من أن الذي يهزأ بحديث واحد من تفسير جابر ويهزأ بجابر بسبب هذا التفسير لا بشيء آخر فهذا من السفلة ما هو موقف النجاشي من تفسير جابر ومن جابر أولا استهزأ بكل التفسير من أوله إلى آخره الإمام يتحدث عن حديث واحد يقول هذا سافل فما بالك بالنجاشي الذي استهزأ بكل تفسير جابر بل أنكره ووصفه بالوضع بأن هذه أكاذيب وهذا افتراع على الأئمة ليس فقط استهزأ وإنما أنكر وأيضا استهزأ بجابر وضعفه ماذا تقولون النجاشي كيف يكون ألا يكون سافل 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 بعدد الروايات الكثيرة التي جمعها جابر تفسير كبير جدا تفسير هائل بعدد الروايات النجاشي هذا الذي جعله مراجعنا أساسا في كل المسائل الشرعية التي استنبطوها في الرسائل العملية هذا في نظر أهل البيت سافل 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 حتى ينقطع النفس النجاشي عالم من علماء الشيعة من شعة أهل البيت ولكنه سافل في نظر آن محمد بالله عليكم هذا الذي يبني دينه على قول سافل في نظر أهل البيت ماذا تقولون أنتم عنه هناك ثلاث احتمالات إما هو أحسن منه أو مشابه له أو أسوأ منه ما أعتقد أن الذي يأخذ دينه ويبني دينه على أساس أقوال سافل أن يكون أحسن منه فإما أن يكون مثله أو دونه إذا أنتم تقولون غير ذلك هذا الأمر راجع إليكم بالنسبة لي لا أجد احتمال آخر الذي يبني دينه على أقوال سافل بنظر أهل البيت أنا لا أعتقد سيكون أحسن منه كبار مراجعنا الأموات والأحياء بنوا دينهم على أقوال هذا السافل في نظر أهل البيت حين أقول سافل إنني لا أقصد أنه يرتكب الزنا واللواط سافل بنظر أهل البيت السافل في نظر أهل البيت هو الذي لا يعبأ بما يقول ولا يعبأ بما يقال له يعني لا يعتمد على كلامه هذا المراد من السافل الذي لا يعبأ بقوله هذه الروايات التي تقول ثلاثة وإن لم تظلمهم ظلموك زوجتك وولدك وسفلة زوجتك وخادمك وولدك زوجتك وخادمك وسفلة المراد المراد من السفلة هنا ربما من الأقرباء من الأصدقاء من حضار المساجد من المواضبين على الزيارات ولكنهم لا يدققون في أقوالهم هذا المراد من السفلة السافل في نظر أهل البيت هو الذي لا يعبأ بما يقول ولا يعبأ بما يقال له لا يتأكد من الكلام الذي يقرأه مثلا يقال له ليس بالضرورة بالألفاظ عبر التلفزيون حينما لا تدققون في كلام هذا الذي أقوله الآن لكم ينطبق عليكم هذا الوصف ولذا دائما أقول لكم لا تقبلوا كلامي لأنه كلامي دققوا في الكلام لا تقبلوا أي كلام تقرؤونه على الفيسبوك دققوا في هذا الكلام تأكدوا لا تقبلوا الكلام من أي معمم من أي رجل يلف قماشا على رأسه دققوا في الكلام احترموا عقولكم العقول حجج باطن حينما لا تحترمونها إنكم لا تحترمون الحجج الظاهرة الحجج الظاهرة محمد وآل محمد والعقول حجج باطن حين لا تحترمون الحجج الباطن إنكم لا تحترمون الحجج الظاهرة احترموا عقولكم السافل هو هذا السافل في نظر أهل البيت هو الذي لا يعبأ بما يقول ولا يعبأ بما يقال له قد يكون من جملة هذه المعاني لا يعبأ بما يقول فهو يتكلم الكلام الباطل والكلام الفاحش والكلام السخيف في كل مكان لا يراعي الزمان والمكان لا يتمسك بهذه القاعدة لكل مقام مقال هذا أيضا من مصاديق السفلة ولكن المصداق الأول للسفلة في نظر أهل البيت هذا الذي يقول شيئا من دون أن يكون متأكدا من دون أن يعرف ما يقول وحين يقال له يقبل الكلام هكذا من دون أن يكون متأكدا السفلة هؤلاء هم الذين لا يعبأون بما يقولون ولا يعبأون بما يقال لهم بعبارة أخرى عقولهم لا تشتغل هي في إجازة بعبارة أخرى الصنميون الصنميون هم السفلة سفلة الشيعة هم الصنميون هؤلاء هم السفلة الصنميون هم السفلة الذين لا تشتغل عقولهم فلا يعبأون بما يقولون حين يصنمون الشخص ويبالغون في متحه لا يدققون فيما يقولون وحينما تنقل لهم الكرامات عن صنمهم لا يدققون فيها السفلة هؤلاء هم الذين لا يعبأون بما يقولون ولا يعبأون بما يقال لهم ولذلك الأئمة ماذا قالوا لأصحابهم لا تحدث سفلة الشيعة لا تحدث هؤلاء السفلة من الشيعة بحديث جابر فيهزؤون به ويهزؤون بجابر لأن هؤلاء لا يعبأون بما يقولون ولا يعبأون بما يقال لهم لا يستمعون الحديث ويدققون النظر فيه ويبحثون عن أصوله ويحققون في أمره وبعد ذلك يقولون وإنما مباشرة يقولون من دون روية ومن دون فهم وهذا هو الذي يحدث في الواقع الشيعي أحاديث أهل البيت لأن فلان الذي لا ترضى عنه الجهة الفلانية يقول حديث أهل البيت يرفض أو فلان الذي يعبئ أذهان الشيعة بقذارات ونجاسات الفكر القطبي والناصبي لأن الجهة الفلانية التي هي أيضا ناصبية وقطبية راضية عنه هؤلاء سفلة أو ليس بسفلة هؤلاء هم سفلة السفلة هؤلاء النجاش سافل 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 إلى أن قطع النفس لأن النجاش استهزأ بكل تفسير جابر وأن كره من أوله إلى آخره ثم استهزأ بجابر وكلامه مثبت في كتابه وسأقرأ عليكم كلامه في الحلقات القادمة حينما نتحدث عن المشروع الإبليسي وكيف أن إبليس يحرك هؤلاء العلماء قطعا من دون قصد سيء منهم أنا وأنتم يحركنا إبليس لماذا كل هذه الأدعية في التعوذ من الشيطان الرجيم حتى حين نقرأ القرآن قرآن يعني أنت متوضع وفي شهر رمضان وصائم وما بين الطلوعين من أشرف الأوقات أو عند السحر وفي مكان طاهر وباتجاه القبلة أو تفتح المصحف الأوامر القرآنية آداب القراءة أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني الشيطان في كل مكان وفي كل الحالات فلا أنت في بار ولا أنت في أماكن الفاحشة أنت متوضع في شهر رمضان في حالة صيام وبعد صلاة الفجر وباتجاه القبلة وفي مكان طاهر وفي مكان اعتدت فيه أن تقوم بالعبادة وربما في المسجد وربما في حضرة معصوم من المعصومين وتريد أن تقرأ القرآن أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا كان الشيطان هنا لا يتركك هل يتركك في مواطن ومواضع يستطيع أن يجرك فيها للإساءة إلى أهل البيت أو للإساءة إلى حديثهم والتي تكون مقدمة لإبعاد الناس عن إمام زمانها قطعا هذا من المواطن المحببة لإبليس ولذلك يقود العلماء ويأخذهم في اتجاه نتائج هذا الاتجاه أن تجعل أشياع أهل البيت في حالة بعد وفي حالة افتراق وفي حالة بينونة فيما بينهم وبين إمام زمانهم وهذا هو الذي نجده على أرض الواقع النجاشي إذن سافل 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 بحسب هذه الروايات مرة أخرى أعيد الكلام هذا الميزان أخذته من أهل البيت سألوا المراجع من أين جاءوا بميزانهم فقالوا عن النجاشي العالم المفضال خريت خريت فن الرجال والحديث والدراية العالم المحقق الجليل هذه الأوصاف من أين جاءوا بها ما هو مصدرها هم بعضهم ينقلوا عن البعض الآخر واحد تافل بحلق الثاني ليس لها من مصدر هذه أحادث أهل البيت تقول إن الذي يهزأ بحديث واحد من أحاديث تفسير جابر هذا من سفلة الشيعة أو يهزأ بجابر والنجاشي مسح تفسير جابر بالكامل ومسح جابر بالكامل سافل أو ليس بسافل أنتم ماذا تقولون الأئمة المعصومون هكذا يقولون تقولون هذه الروايات ضعيفة أيضا ضعيفة ولكن هناك احتمال أنها صدرت وأقوال العلماء أيضا احتمال أنها خطأ نقدم قول من نقدم أقوال المعصومين في أن النجاش سافل وسافل منحط متسافل في غاية السفالة لأن الذي يهزأ من حديث واحد هو سافل في نظر الإمام المعصوم وهذا مسح التفسير بالكامل ومسح جابر بالكامل أيضا هذا سافل أستريليون سافل 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 مراجعنا الكرام يأخذون دينهم من هذا الرجل الأحاديث التي يفتون على أساسها على أساس أقوال هذا الرجل على أساس أقوال النجاش لأنهم يعتبرون هذا هو الرجال الأول وعلى أساس أقواله تكون الفتاوى وحتى ميزان الأعلم الأعلم في الأصول والرجال والأعلم في الرجال هو النجاش يعني الذي يكون الأعلم في زماننا هذا لا بد أن يكون غاطسا إلى أذنيه فيما يقول النجاش في أقوال هذا السافر هذه الحقيقة كذبوني إذا لم تكن الحقيقة هكذا كذبوني كذبوني بالأدلة مثلما أنا أطرح الحقائق بالأدلة وبالمصادر وسأعرض لكم كل هذه التفاصيل كان عن النجاش أو عن غيره في الحلقات القادمة هذا هو النجاش السافر ماذا قال في كتابه الرجال نقل كلاما احتماليا عن بعض الأشخاص من دون أن يذكر أسماءهم ومن دون أن يذكر المصدر من أنهم شككوا في زيارة سعد الأشعري إلى سامر فقالوا مراجعنا بعد ذلك وعلى رأسهم السيد الخوئي من أن هذه الرواية ضعيفة جدا هذه الرواية يعني الوثيقة الثالثة وثيقة سعد الأشعري اعتمادا على كلام النجاشي وعلى هراء علم الرجال بشكل عام وفقا لهذا الذوق السخيف فضعفوا هذه الوثيقة المهمة ومما أن مراجعنا الكرام اعتمدوا على قول هذا السافل المتسافل المنحط النجاشي رحمة الله عليه فإن أقوالهم بالنسبة لأقوال سافلة منحطة لا بد أن تلقى في المزبلة لأن الأئمة قالوا من أن الذي يهزأ بحديث واحد من أحاديث جابر هو سافل وبالمناسبة هم حتى المراجع هؤلاء يهزأون بأحاديث جابر فهم لا يقبلون ما عندنا من روايات جابر ابن يزيد الجعفي في تفسير القرآن هم حتى المراجع لا يقبلون بهذه الروايات الآن نحن لسنا بصدد هذه القضية وإنما بصدد إبطال أقوالهم السافلة التي اعتمدوا في أخذها من هذا السافل المتسافل المعروف بالنجاشي رحمة الله عليه أقول رحمة الله عليه رجل شيعي محب لأهل البيت ولكنه بحسب موازين التقييم عند الأئمة المعصومين هذا من سفلة الشيع هذا من سفلة الشيع ومن أشدهم سفالة وانحطاطا لأنه نقض كل تفسير جابر وبعد ذلك جاء فقدح بجابر كله فهل هناك سفالة أكثر من ذلك بحسب موازين الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنا أسألكم حين يقولون عن طرحي بأنه طرح مشبوه طرح الأئمة طرح مشبوه أم طرح السفلة طرح مشبوه ماذا تقولون أنتم الجواب أتركه إليكم حلقا تات هناك إشكال الوقت لا يكفي لطرحه لأنه بحاجة إلى تفصيل في القول هناك إشكال يطرح من أنه جاء في بعض الروايات من أن والدة إمام زماننا أمة سوداء الوقت لا يكفي غدا ألتقيكم عندنا روايات في كتبنا تتحدث عن أن أم إمام زماننا أمة سوداء لو بقي مجال مناسب من الوقت لتحدثت في هذه المسألة لكنني سأترك الحديث عنها إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى واستعيذوا بالله من كل عالم سافل أمثال النجاشي من أن يحطم حديث أهل البيت في عقولكم هناك عندنا فقهاء مراجع علماء سفلة بحسب هذا الميزان استعيذوا من هؤلاء السفلة الذين يحطمون حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن حين نقول سفلة لا نتهمهم بالقبائح لا نعلم أحوالهم نترحم عليهم نحترمهم بحدود سفالتهم ولكننا نرفض أقوالهم جملة وتفصيلا فهم سفلة وأقوالهم سفلة وهذه موازين المعصومين فماذا نصنع وإذا أردتم أن تستكمل الإيمان كل الإيمان كما يقول صادق العترة فماذا نقول القول مني ما قاله آل محمد ما بلغني عنهم وما لم يبلغني بلغكم حديث آل محمد حتى ولو كان على سبيل الاحتمال القول مني ما قاله آل محمد ما بلغني عنهم وما لم يبلغني ما أسروا وما أعلنوا القول مني يا بقية الله ما تقول ما بلغني عنك وما لم يبلغني ما أعرفه وما لم أعرفه ما أسررته وما أعلنته يا وجه الله الذي إليه أتوجه سلام عليك يا قائم آل محمد وعلى أمك الطاهرة المطهرة وعلى عمتك الصديقة الطاهرة وعلى جدتك الرضية المرضية سلام عليك يا ابن الزهراء ورحمة الله وبركاته أترككم في رعاة القمر أسألكم الدعاء جميعا الملتقى غدا ونحن في أجواء القائم في أمان الله ضلت أيام ضلت أيام والمهدي صفح سلام عليك يا ابن الزهراء أي من تظر الإنسانية تبدى الثورة أي من تظر الإنسانية تبدى الثورة وين بديار الشام بديار الشام بديار الشام ضلت أيام ضلت أيام والقائم بديار الشام ضلت أيام والمهدي صفح سابت أيام